اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة الشرطين وحكينا يوم امس انها هي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاضافر وحلاقة الشعار طبعا هي المنزلة رح يظل القمر موجود فيها حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بانتقل لمنزلة البطين هاي جيدة للتهدئة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد وحكينا ان القمر لما بكون موجود بالحمل في هاي الفترة نشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن انه نتهور ايضا يجب ان نحظر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر او للأسنان وبرضو ممكن ادخال تعديل على قصة شعر او اقامة حفل ما طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في زويتين احنا ذكرناهم في حلقة الامس ولكن بما انهم رح يصيروا بعد الحلقة مباشرة او في اثناء بثنا لهاي الحلقة فلازم اننا نذكرهم وبعدين نذكر الزوايا اللي ما بعدها لغاية منتصف ليل الغد طبعا بالنسبة لأول زاوية هي زاوية تربيع رح تكون سلبية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 4 و 8 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 7 و 8 دقائق بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 9 و 15 دقيقة مساء هاي بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد منتصف ليلة اول زاوية رح تكون زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة وحدة و 21 دقيقة فجرا بتأجج العواطف اتجاه الجنس الاخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اللي رح يصير في حدث رح يصير صباحا اللي هو عطارد رح يرجع للحركة الامامية تقريبا الساعة 28 و 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن منزيد ثلاث ساعات اللي هو 19-11-26 دقيقة بتوقيت الاردن طبعا بما انه رح يرجع للحركة الامامية طبعا بما انه كان يتراجع في الفترة الماضية لمدة ثلاث اسابيع اللي هو ثلاث اسابيع بيتراجع فرح يرجع للحركة الامامية ولكن رغم انه الطاقة السلبية رح تظل مستمرة حتى يوم الاربعاء 15-7 وبما انه كوكب عطارد رح يتواجد في برج السرطان حتى الصباح يوم 5-8 لا ينتقل بعدها لبرج الاسد فعشان هيك بيشعروا موليد برج الاسد بقوة الفكر والتركيز والقدرة على اقناع الغير بوجهة نظرهم وبتزداد الرغبة لديهم في الدراسة والمطالعة واجراء اتصالاتهم الضرورية بيستفيد معهم موليد الابراج المائية الاخرى زي العقرب والحوت والابراج الترابية زي الثور والعذراء والجدي وكل شخص تواجد عنده كوكب عطارد في ساعة ولادته في برج السرطان طبعا اللي بنولد وبكون عنده في خارطه الفلكية السرطان يعني العطارد موجود في السرطان هذولا بيتمتعوا بذاكرة قوية طبعا تواجد عطارد بالسرطان هذا بيأثر تأثير كامل على كل برج على حسب البيت او على حسب المنزل اللي بيكون موجود فيها برج الحمل بتنصب افكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية برج الثور بيستفيد الطلاب الابتدائي والثنوي من الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن انهم يشتروا سيارة او جهاز هاتف او جهاز كمبيوتر اما بالنسبة لبرج الجوزاء بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال اما بالنسبة للسرطان بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير بآراءهم وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات اما بالنسبة للأسد بيبدأوا اهتماماتهم في امور الها علاقة بالغيبية اما بالنسبة للعذراء بيميلوا لتبادل الآراء والافكار مع الاصدقاء واللقاء والرحلات والمشاركات والدعوات او النشاط ما بينهم بين الاصدقاء اما بالنسبة للميزان افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل اما بالنسبة للعقرب بيينشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبيستفيد الاكاديميون في دراستهم اما بالنسبة للقوس بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة اما بالنسبة للجدي بيتبادلوا الآراء والافكار مع الشركاء شركاء المال او شركاء العاطفي يعني زي الازواج اما بالنسبة للدلو بتفيدهم افكارهم في امور الها علاقة بالزملاء بالعمل او رؤسائهم بالعمل او امور بتتعلق في مجال العمل اما بالنسبة للحوت بيمارسوا نشاطات ادبية وبيحثوا اولادهم على الدراسة وبينشطوا برضو في اشياء لها علاقة بالاحبة يعني زي تواصلهم مع الحبيب او حبهم لمرافقة الحبيب في بعض الامور او اولادهم او الوالدين احد الوالدين الاب او الام اما بالنسبة للزاوية التي تليها بعد ما ينتهي من موضوع عطارد في زاوية رح تكون من الزوايا البطيئة اللي رح تستمر خمس ايام تقريبا هي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس ونبتون رح تكون هاي في تمام الساعة ستة واثنين واربعين دقيقة مساء فبتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث عنا اما بالنسبة للزاوية اللي تليها وهي اخر زاوية هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 11 و28 دقيقة مساء يعني ما بعد منتصف الليل بتوقيت الاردن لانه لما نحكي 11 ونص يعني 12 ونص 1 ونص 2 ونص بتوقيت الاردن دائما بتوقيت الاردن او سوريا او لبنان او فلسطين من زيد احنا ثلاث ساعات الدول اللي على توقيت القديم يعني ما عندهم توقيت صيفي بزيدوا ساعتين بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في الحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم 13 سبعة رح يكون في تمام الساعة 53 دقيقة مساء لما نحكي 53 هي بتيجي العصر يعني لو حكينا الساعة 4 منزيد عليها ثلاث ساعات 5 ستة سبعة يعني سبعة الا خمسة مساء عشان يمكن نحكي مساء بتوقيت الاردن وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة برضو مساء لا ينتقل بعدها لبرج الثور يعني بمعنى انه مدة خلو المسار مدته قصيرة تقريب الساعة ونص اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان هو القمر المربع يعني في ساعة المساء ساعة 9 و 29 دقيقة مساء بصير عمره 21 يوم نشوفه نصف بدر كامل وتقريبا بيصير على 29 و 29 دقيقة بصير 22 يوم يعني هو انتقاله من 21 يوم ل 22 يوم عشان هيك بكون نصف بدر نسبة الإضاءة بتكون 50% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم على حسب تحركاتها وامتى تنقلاتها يعني اخبار عن مجموعة الكواكب الموجودة وين موجودة وكيف مزاجها بالنسبة للشمس موجودة في السرطان حتى يوم 22 سبعة مزاجها منتحس طبعا بسبب انها موجودة في بيت متاعب او البيت اللي قبل البرج اللي اساسا بكون قوة الشمس موجودة فيه فهي كل سنة بدورتها لو ما في زوايا لو ما في اي شيء وجودها بالسرطان هو ضعيف فعشان هيك الشمس دائما بتكون منتحسة لما بتكون بالسرطان فما بالكو كمان منتحسة وفي عنا زوايا اللي هي زوايا التقابل مع برج الجدي وخصوصا مع الكواكب اللي موجودة في الجدي اللي بتتراجع مع بلوتو مع المشتري مع زحل فالنحوسة تبعتها بتكون واضحة اما بالنسبة للقمر فموجود بالحمل حتى يوم 13 سبعة طبعا بسبب الزاوية التربيع اللي موجودة مع الشمس وبرضو بسبب الزوايا الاخرى اللي موجودة اللي هي التربيع مع برج السرطان اللي هو كوكب القمر فعشان هيك يكون نسبة الانتحاسة واضحة اما بالنسبة لعطارد اللي موجود في السرطان طبعا ما زال منتحس حكينا انه رح يظل لغاية يوم الاربعاء بعدين بصير مزاجه سعيد هو رح يظل متواجد بالسرطان لغاية 5 ثمانية مزاجه طبعا منتحس اما بالنسبة للزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية فمزاجها سعيد ما فيه اي شيء بيأثر عليها برغم كل الزوايا بيظل مزاجها سعيد المريخ في الحمل طبعا في بيته في برجه رغم انه بشكل زوايا خطرة جدا الا انه مزاجه سعيد رح يظل موجود في الحمل لغاية يوم 9 تسعة بعدين رح يبدأ في عملية التراجع المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه سعيد طبعا بقولوا فيه ناس بتضحك بتقول لك ليش زحل هو امت كان مزاجه سعيد نحوسة زحل يعني ثلاث اضعاف السلبية اللي هو بكون موجود فيها فبما انه هو دخل على برجه يعني هو الجدي كوكبهم زحل فبما انه رجع زحل على الجدي فهو باعطي مزاج سعيد ان كان بتراجع او ان كان مساره العادي فمزاجه سعيد رغم السلبية اللي بيعطيها الا انه في بعض الزوايا بعطي ايجابيات ما بعطي سلبيات اما بالنسبة لأورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 21 مزاجه سعيد طبعا برضو نبتون هو كوكب برج الحوت فعشان هيك يتواجده في الحوت بعطي ايجابية له بصير سعيد ولكن رغم تراجعه انه نسبة النحوسه بتكون قليلة وبشكل زوايا برضو ايجابية فعشان هيك بيعطيه سعودة مضاعفة اما بالنسبة لأبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه سعيد طبعا بلوتو ليش مزاجه سعيد لانه بلوتو بشكل زوايا ايجابية مع نبتون فعشان هيك بيعطي طاقة ايجابية والبرجين حليفات فعشان هيك بيكون المزاج شوي بعطي نوع من انواع السعادة في الايام هاي طبعا كل ما قربنا على بكرة كل ما ازدادت زاوية التقابل ما بينه وبين الشمس فراح يصير منتحس بالفترة القادمة لانه رح يفقد من طاقته بشكل كبير وصلنا الى التوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في البيت الاول فعشان هيك اليوم ثقتكم بانفسكم كبيري وبيعومكم النشاط بتسيطروا على زمام الامور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم الفترة هاي او بنقدر نقول حان الوقت لحسم الامور العالقة ممكن تسمع جواب كنت ننتظره بتتحرك حاول تتحرك كمان وما تنتظر انه تجيك الفرصة لعندك حاول انك انت تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت يعني هاي الفترة بتعني انه انت في فترة لا بداية جديدة رح تحمل لك بعض الايجابيات لمدة اسبوع او اسبوعين بشكل ايجابي وبرضو انتقال الشمس للأسد ما بعدها برضو رح يعطيك دفعة قوية ويعطيك فترة ايجابية قوية ولكن الفترة هاي تحديدا بتكون ضاغطة طبعا بسبب اول اشي المريخ اللي موجود عندك اللي بعطيك جراءة وبعطيك عصبية في نفس الوقت وبرضو الزوايا اللي بتتشكل اللي بتعطي برضو شوية تقلبات بالمزاج وخصوصا على مستوى امور الها علاقة بالبيت او العائلة طبعا بالنسبة للبيت الثاني الاجواء تقريبا ايجابية خلال هذا اليوم على المستوى المالي فممكن تحدث بعض المفاجآت بامور الها علاقة بالمال ممكن تحصل بعض الاموال اللي بتجيك من عمل اضافي او نوع من انواع المستردات او الهبات او تنجح ببعض المسائل المادية او ترتيبها او ترتيب ديون او جدول الديون او اشياء من هذا القبيل في منكو ممكن يحصل على هدية او منكو ممكن ينشط ببعض المشتريات ولكن حاول انك تقلل من المصاريف الغير ضرورية اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الزهرة الموجودة فيه فعشان هيك رحيت تعطيكو ايجابية خلال اليوم هذا وتدعمكو بشكل قوي على مستوى تنقلاتكو حواراتكو نقاشاتكو مقنعين بوجهة نظركو بتنشطو في التحرك عندكو طاقة كبيرة سرعة بديهة عالية قدرة على الاقناع رائعة جدا وبس اللي بيغلب عليكو طبعا من وجود المريخ واللي رح يعمل زاوية ايجابية مع الزهرة انه شوي بتكون عصبيتكو او فردكو للسلطة بكون واضح اما بالنسبة الى البيت الرابع فطبعا الشمس بلشت تعمل الزوايا التقابل تاعتها اللي حكينا عنها في توقعات الاسبوع وزوايا التقابل هاي شوي يعني شوي بتعمل نوع من انواع السلبية العالية وخصوصا من الشمس فعشان هيك بتحاول انكو تفرضوا سلطتكم على احد افراد العائلة او بظهر عندكو نوع من انواع التهكم او فرض الرأي او الفضول اللي بدفعكم لانكو تدخلوا في صميم مسائل عائلية بتتعلق اما بافراد العائلة او الابناء او امور الها علاقة في البيت بتصيروا بتكون تعملوا اشياء بالشكل اللي انتو شايفينه مناسب بدون ما تقبلوا بالشروط او بالمناقشة او بالحوار يعني فرض الرأي في هذا المنزل ممكن شوي سوي بعض الخلافات ممكن يصير فيه نوع من انواع القلق على احد افراد العائلة او امور ممكن انها تسبب نوع من انواع الحدية ما بينك وبين احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء يعني تقريبا الاسد شوي ضعيف في طاقته بالفترة هاي الا انه شوي بحول الامور لوضع روتيني فممكن يعني يكون بعض النشاطات الروتينية او العلاقتك بينك وبين الاحبة بتكون روتينية ممكن اشياء تحدث لكو او تحدث فوارق باثناء تعامل مع الاحبة في اليوم هاد ممكن شوي يكون لك تعامل مع احد الابناء او احد الوالدين فيه اشخاص بقولك ليش الحمل فشلوا بعلاقات عاطفية في الفترة هاي رغم انه الاسد ما فيه كواكب ما هو لانه الاسد ما فيه كواكب والشمس محترقة موجودة في بيت متاعبه والضغط الكامل اللي موجود على الاسد فالاسد طاقته ضعيف جدا وهذا بيت العاطف لالكو فمنكو كثير اشخاص رح تدخل بخلافات او نقاشات حدي ما بينهم وبين الاحبة او سوء تفاهم او اشياء ممكن تحدث خلاف ما بينهم وبين الاحبة وفي منه اشخاص ممكن تنهي علاقة عاطفية بالفترة هاي فهذا الامر ما تستهينوا انه حتى البرج لما بكون خالي من الكواكب مش معناه انه هو يعني ايجابي او طاقته عالي لا بدك تحسب انت هل تأثيرات الكواكب اللي موجودة واضعاف البرج نفسه بيأثر على البيت تبعك او طبعا بيأثر اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل اليوم تقريبا بيكون فيها نوع من انواع الضغط وممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او ما تقدر تنجز اعمالك بشكل كامل او تشعر بالارهاق او التعب من العمل في منكوا رح يهتم ببعض الشؤون الصحية زي مراجعات طبية او اهتمام بادوية او فحوصات او اشياء الها علاقة بالاطبة او بصحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكش بيت الشراك المالية والعاطفية فبما انه القمر صار موجود في البيت الاول فاكيد البيت السابع رح يكون قوي بعزز الشراكة عندكم بعطيكم طاقة ايجابية يعني ممكن انه تنجزوا امور كثير خلال هذا اليوم الها علاقة بالشراكة المالية او الشراكة العاطفية ولكن بالمقابل بخلي طاقتكم ضعيفة فعشان هيك بيضعف بعض الامور الصحية عندكم او تشعر بنوع من انواع التعب او الارهاق في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية بتقارب ما بينك وبين شركاء المال وهنا الها هاي علاقة في امور القروض الها علاقة في جدولة الديون الها علاقة في المؤسسات المالية زي البنوك والضريبة والتأمين فممكن تتعزز المسائل هاي وممكن تنشط بامور تعزيز وضعك المالي بطلب نوع من انواع المساعدات اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء حليفي لا اليك فاليوم ممكن تنشط ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق قانونية او معاملات او امور الها علاقة بالتسوق في منكو طبعا التسوق مش الداخلي التسوق الخارجي عبر الانترنت مثلا او مشتريات من خارج البلاد او اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير في منكو رح ينشط في بعض الامور اللي الها علاقة في الامتحانات او المناقشات او امور الها علاقة بالدراسة او المقابلات او دراسة لغة او دورات كلها هاي بيكون فيها نوع من انواع الايجابية ولكن اذا كان عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بسبب تأثير الكواكب هاي والتقابل مع الشمس فرح يكون ضعيف في بعض الاوقات صحيح انه هو مش ضعيف بالكامل الا انه برضو بنبدأ من اليوم النبه انه ما تشوهوا سمعتكو ما تخالفوا القوانين ما تدخلوا بأعمال مشبوهة ما تدخلوا بخلافات ما بينكو بين زملائكو او رؤسائكو بالعمل ما تتأخر عن دوامك ما تعمل اي شيء ممكن انه يشوه سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فهو قوي جدا بعزل صداقاتك وعلاقاتك وبعمل تقارب ما بينك وبين بعض الاصدقاء فممكن اليوم تنشط في امور الها علاقة بالزيارات او باللقاءة لالها علاقة بالاصدقاء او المعارف او بالعكس ممكن هم اللي يجوا بزيارتك او هم يتفقدوك يعني بمعنى انه علاقاتك الاجتماعية او ما يترتب على بيت الاصدقاء هو جيد جدا اما بالنسبة لبيت المتاعب فبالنسبة لبيت المتاعب الاجواء جيدة شيئا ما هي بنقدر نحكي روتينية مش بالقوة الكاملة فايا بتساعدك بانجاز بعض الاعمال وبرضو بتعزز بعض النقاط اللي لها علاقة بالحفاظ على الصحة او على الغذاء او مراقبة الغذاء وممكن تطلع بعض النتائج الطبية تكون ايجابية ولصالحك اهم اشي انك ما ترهق حالك بالفترة هاي برج الثور طبعا بما انه القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك الامر رح يكون ضاغط على المستوى النفسي عندك بتشعر بنوع من انواع الارباك او نوع من التوتر او نوع من التعب او نوع من الروتين القاتل بالنسبة للك يعني اعمالك شوي بكون مزاجك متحكم فيها على حسب طبيعتك اما انه بتكون بالعصبية او متوتر او ما عندك رغبة بالعمل او بتقوم باعمالك بشكل روتيني بدون اي مبادرات جديدة بدون اي شيء جديد اي شيء بدك تعمله خلال اليوم لازم يتراجعه بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ بانجازه اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ما زالت قوية على مستوى الامور المالية فهاي بتفتح لك مجالات لتحسين وضعك المالي او الاهتمام ببعض الامور اللي لها علاقة بالعمل الاضافي او المكاسب او امور لها علاقة بالمستردات او الهبات او الهدايا في منكو رح يتفشش في امور لها علاقة بالمصاريف زي مشتريات اشياء مش ضرورية او يعني يلفت انتباهه اشياء هو مش بحاجتها ولكن رغبة بتملكها ممكن انه شوي تزيد عنده بالفترة اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الاجواء ضاغطة رغم النشاط بالحركة والانتصالات والحوارات والنقاشات الا انه برضو بكون عندك العصبية عالية جدا والحدية عالية جدا الانتقاد واضح فرض السلطة والسيطرة واضح جدا فعشان هيك بدك تحاول قدر الامكان انك تمسك حالك من العصبية في منكو اللي بكون عنده دراسة او امتحانات او مناقشة ممكن يكون عنده تشتت ذهني او الاستيعاب بكون عنده بطيء للحفظ او للدراسة او لا امور لها علاقة بالوقت اللي بيقضيه ماس الكتاب للقراءة او اشياء من هذا القبيل لازم تركزه بشكل جيد وتتعبه شوي عشان ما تخلي السلبية تاعت الكواكب انها تأثر عليك في النقطة هاي وحاول تشحن حالك بطاقة ايجابي لتجاوز الضغوطات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت برضو بتشكل نوع من انواع التوتر فممكن تحمل لك نقاشات او حوارات حدي او اختلاف وجهات النظر او تزعل او تذايق من بعض افراد العائلة بسبب تصرف او كلمة او فضولهم او تدخلهم في شؤون حياتك او خصوصياتك شوي ممكن تزعجك هاي الفترة او يزعجك هاي الامور ممكن يكون في مسئولية زيادة او شيء له علاقة بعبئ المسئولية بالفترة هاي يضغط عليك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة على المستوى العاطفي فهاي بتحمل لك نوع من انواع الايجابية او التقارب ما بينك بين الحبيب او تلاقي ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين ممكن تنشط في بعض الامور العاطفية او لقاء الحبيب مثلا او التفاهم على مسألة معينة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل بنقدر نحكي انها جيدة بتساعدك بانجاز بعض الاعمال خلال هذا اليوم ولكن بالمقابل انه انت بدك تنتبه لا وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وقوي على مستوى بيت الشراكة وهذا بعزز علاقتك بالشريك او التقارب ما بينك وبين الشريك في بعض المسائل او الاتفاق على نقطة معينة او اجراء بعض الاشياء الايجابية اللي بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك ولكن ابتعد عن فرض الرأي والعصبية اثناء النقاش اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا برضو بتحمل اجواء جيدة بتساعدك على مستوى الاموال المشتركة فممكن تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقة في البنوك او ضريبة او تأمين او مستردات مالية وممكن تجد اشي كنت فاقده بالفترة الماضية في منك ورح تزيد اهتماماته بالامور الغيبية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ضاغطة على كل شيء له علاقة بالخارج اشخاص من خارج البلاد امور الها علاقة باتصالات في اشخاص خارج البلاد امور الها علاقة بالمراسلات بشراء شيء من خارج البلاد امور الها علاقة بالسفر او بالتنقلات ممكن توترك او تعملك نعمة يعني كلها ضاغطة بشكل سلبي حتى على مستوى الامتحانات الجامعية او المقابلات او المناقشات أو إشيء العلاقة بدراسة لغة مثلا فممكن هاي برضو يكون فيها نوع من أنواع السلبية والضغط فعشانك ما تعتمد على الحضوض اليوم في أي مسألة من اللي إحنا ذكرناها حتى لو كانت أوراق قانونية أو معاملات هي بحاجة للتركيز حاول برضو ما تستفز أشخاص ممكن خارج البلاد أو أنت في بلد وهم في بلد أو تدخل في شؤونهم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا بتحمل بعض الإيجابية على مستوى بيت السمعة فهي بتعزز من سمعتك ومن ثقافتك من علاقاتك برضو تقاربك ما بين زملائك ورؤسائك بالعمل بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتدفع أو بتدعمك بقوة حاول أنك تستغلها لتدعيم أمور العمل أو تقديم لأمور إلها علاقة بالعمل أو مقابلات عمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء شوي بتكون الأمور روتينية يعني بتتعامل على حسب طبيعتك بنشاطك بحركتك بعلاقاتك بمعارفك ممكن تنشط بزيارات أو واجبات أو أنت تتلقى بعض الزيارات أو الاتصالات للإطماءنان على مسألة ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا المريخ موجود فعشان هيك من قلك ما تغامر وما تجازف وما تحاول أنك أنت تشوه سمعتك الفترة هاي مع تواجد القمر برضو في بيت المتاعب فهاي الفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تهدأ الوتيرة وتتأخر النتائج أو البضائع أو المعاملات ممكن تشعر ببعض الخيبة في خلال الفترة هاي هاي الفترة ممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم إشي أنك ما تخالف القانون لأنه ممكن أنه في الفترة هاي تخسر أكثر مما تتوقع برج الجوزاء طبعا بما أنه القمر صار موجود في الحمل وهو بيت حليف لا إلك بيدعمك بشكل قوي يا مولود الجوزاء فعشانيك اليوم ممكن يعني يصير فيه عندكو نشاطات كبيرة حتى على المستوى الشخصي ممكن تحاول أنك تغير بشخصيتك أو تعمل لك جديد مثلا أو إشي العلاقة بالتجميل أو لباس معين أو لاهتمام فيك كشخص برضو بتكون ملفت للمظر وخصوصا للجنس الآخر بحاول أنهم يتقربوا منك أو أنت تتقرب منهم حاول تستغل الفترة هاي بشكل إيجابي لإنجاز بعض الأمور لأنه الفترة القادمة يعني شوي الشمس رح تنتقل أو القمر رح ينتقل لبيت متعبك للثور فرح يكون في عندك فترة ضغطة خلال هذا الأسبوع وخصوصا اللي هي بتيجي من مساء يوم الاثنين لغاية صباح يوم الخميس فعشانك الفترة هاي بدك تكون أنت مستعد وتحاول تنجز الأعمال والمهام الضرورية قبل ما نوصل لهاي الأيام أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي يعني فيه أشياء شوي هيك بيصير فيه نوع من أنواع المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو القلق المالي أو الغرامات أو مثلا أشياء تعاقب فيها إلها علاقة في المال فعشانك بدك تكون حذر من كل المسائل اللي إلها علاقة بالأموال بالفترة هاي حاول أنك تركز أمورك بشكل جيد وترتبها بشكل جيد وابتعد عن المصاريف الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر رح يشكل زاوية جيدة مع هذا البيت فعشان هيك بتلاقي اليوم عندك نشاط عالي عندك سرعة بديهة عالية عندك قدرة على الإقناع عالية تنشط بالحركة ولكن بيغلب عليك شوي إلها علاقة بالعصبية فعشان هيك بدك تنتبه من عصبيتك واندفاعك وتهورك بالفترة هاي خلي الحكمة أو الهدوء هو اللي يسيطر عليك فممكن تنجز بعض الأمور إن استخدمت ذكائك فالفترة هاي فيها كثير من الأشياء الإيجابية إن استغلتها بالشكل الصحيح أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت وعلاقاتك بأفراد البيت اليوم إيجابية وجيدة فهاي بتدعم من علاقاتك تعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنجز كثير من المهام اللي إلها علاقة في البيت وممكن تسعد ببعض الأخبار اللي إلها علاقة في البيت أو بأحد أفراد العائلة الأجواء جيدة تدل على نوع من أنواع الإنسجام فحاول إنك تعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بالفترة هاي وتستغلها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء فيها إيجابية بتقارب ما بينك وبين الحبيب ولكن أنت بالفترة هاي أفكارك مش متركزة على الغراميات مش متركزة على الحب أكثر صحيح عندك نوع من أنواع الرومانسية العالية أو الدفينة ولكن إنه في عندك أشياء ملموسة حاب إنك تنجزها بالفترة هاي صحيح إنه الحضوض بتدعمك في هذا اليوم وبتساعدك في إنجاز بعض المهام أو بتنشي لك من بعض الضغوطات إلا إنه بيتطلب منك الموضوع نوع من أنواع الصبر شوي والحكمة وعدم التسرع ممكن يكون لك تعامل جيد مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو يساندوك في مسألة معينة أو الحبيب شوي يهتم فيك أو أنت تهتم فيه بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن إنه فيه مشكلة معينة أو بتظهر بعض المشاكل أو النقاشات أو الأشياء اللي فيها نوع من أنواع العبئ عليك أو اللي فيها ضغط عليك فحاول قدر الإمكان إنك تستخدم عقلك لا إنجاز الأعمال بشكل جيد أو قدرتك على تحقيق بعض الأمور الجيدة اللي لها علاقة بالعمل وبرضو بالمقابل بدك تهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا روتينية يعني بتتعامل أنت والشريك بشكل روتيني على طبيعتكم على تكوينكم على اتفاقكم ما بينكم وبين بعض شريك المال أو شريك العاطفي اللي هم الأزواج فممكن اليوم برضو تحمل نوع من أنواع التفاهم على مسألة معينة أو الاتفاق على موضوع معين بعد النقاش ولكن حاولوا ما تحتدوا بالنقاشات عشان ما تكبروا الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأمور اللي إلها علاقة في الأموال المشتركة بتشكل نوع من أنواع الضغط فعشان هيك فيه أمور إلها علاقة بالأشخاص اللي خصوصا بيشتغلوا بالشركات فهاي ممكن تحدث نوع من أنواع البلبلة أو الخلافات أو النقاشات أو مخالفتك لقانون تظهر خلال هذا اليوم أو مخالفتك لإجراءات العمل مثلا ممكن تظهر بعض المشاكل أو المسائلات بدك تنتبه بشكل قوي برضو بتجعلك إلك رغبة بأموال الغير فعشان هيك ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالبنوك أو بالقروض أو بأمور ضريبة تأمين أو محاولة حصد بعض المكاسب من الشركاء شركاء المال وخصوصا ممكن مثلا شوي ترغب بأموال الزوج أو أموال الزوجي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى اتصالاتك البعيدة وحواراتك مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو بالدورات أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمؤسسات تعليمية أو إلها علاقة باللغات فعشان هيك ممكن تنشط في بعض المسائل الفكرية أو المسائل اللي إلها علاقة بالدين بالسياسة بالفلسفة بالنقاشات بالحركة حتى لو بالرياضة ممكن تهتم فيها بشكل كبير بالفترة هاي ولكن الأهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالأجواء يعني فيها تقلب فحاول أنك أنت تحافظ على سمعتك ما تدخل بأي نقاشات حدي ما تخالف القوانين برضو ما تدخل بنقاشات صعبة تكون ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بالفترة هاي فهي ممكن تحدث بعض الخلافات أو المسائلات لا إلك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة ممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة ممكن تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة خلال هذا اليوم لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون وخصوصا ما بينك وبين الزملاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقارب ما بينك وبين زملاءك أو ما بينك وبين عملك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن تراقب صحتك في نفس اللحظة وممكن تنشط بعض الأمور الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة الأجواء على مستوى بيت المتاعب إجمالا جيدة وبتدعمك بقوة خلال هاي الفترة برج السرطان تواجد القمر في بيتك العاشر شوي بضغط على نفسيتك رغم أنه الشمس وعطارد لسه عطارد يعني لسه بسلبيته والشمس بتعمل زواياها التقابل فكثير من السرطان بيقولك شو سبب الضغط هذا اللي بيصير علينا شو سبب يعني هاي المشاكل اللي بتيجينا بشكل مفاجئ شو سبب الوضع النفس المتقلب عندنا أساسا الشمس لما تكون موجودة عندك وما بتعطيكوا الإيجابية إلا لحد ما تسقط نورها عليك يعني عيد ميلادك وبالمقابل أنه الشمس نفسه عامل زوايا تقابل مع الجدي وهي الزوايا سلبية وعطارد كان يتراجع فبيت الشخصية بالإجمال بيضغطك بشكل سلبي على كل شيء له علاقة بالشخصية والنفسية وردات الفعل والاكتئاب والضغط النفسي والأفكار السودة والإحباطات وهي كلها كلها ضغوط من الفترة الماضية لا تنسى أنه الشمس كانت في بيت متعبك في الجوزاء بعدين انتقلت إليك لسه ما أعطت ضوءها الكامل إليك وبرضو إسقاط ضوءها ضعيف يعني الفترة القادمة ابتداء من يوم 15 الشهر تقريبا بتبلش تشعر بنوع من أنواع الإيجابية بشكل متصاعد حتى تنتقل الشمس وتعطي الإيجابية الكاملة لما تدخل الأسد يوم 22 الشهر فمن هون إلى 22 الشهر الأجواء رح تحمل بعض التقلبات على المستوى النفسي ممكن القمر يعززها ببعض النقاط ولكن إجمالا فيها يعني أشياء بتظلها تمتحن شخصيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي اليوم ممكن يكون في بعض الفروق يعني ممكن اليوم تحصل بعض الأموال أو يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو مكاسب مالية أو هدايا هبات مساعدات لقاءات يعني بتحمل لك أشياء إيجابية فيها نوع من أنواع المكاسب أو خطوة جديدة لاتجاه المكاسب المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي يعني بيكون فيها نوع من أنواع الحركة أو الروتين في الحركة أو الاتصالات ممكن ما يكون عندك الشغف الكثير في الاتصالات الكثيرة يعني ممكن تقتصر الاتصالات أو الرد على الاتصالات على أشخاص معينين ممكن تنشط في بعض النقاشات والحوارات ولكن المزاج عندك شوي في نوع من أنواع العصبية أو التشاؤمية حاول أنك تهدئ عصابك حاول أنك ما يعني تعصب كثير وتحاول تفرض سلطتك في خلال هذا اليوم شوي الأمور بدها يعني استخدام الذكاء ودها أكثر من استخدام ردات الفعل السريعة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا يعني بيكون فيها نوع من الأنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن شوي هدئة الأمور بتفتح مجالات للمسالمة أو للقاءات العادية أو إجراء العمال الروتينية أو اهتمام بأحد أفراد العائلة ممكن نقاش معين ويكون لك وجهة نظر تكون صائبة ولكن بالأهم ما تخلي مزاجك هو اللي يتحكم خلي العقل هو اللي يتحكم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك ببعض الأمور العاطفية ممكن تعمل اندماج أو توافق ما بينك وبين الأحبة الأبناء أو ما بينك وبين أحد الوالدين ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى النفسي أو لقاءات أو نزوة مثلا أو محاولة تغيير جو ولكن ما تتجار بشكل كبير عشان ما تسيء الأمور أكثر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي فممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى العمل أو تستلم بعض المهام الجيدة خلال الفترة هاي واللي ممكن انها تكون لصالحك أو تعزز من كفاتك في مكان العمل ممكن تنشط بمسائلها علاقة بالبحث والدراسة أو الدورات وفي منك ورح يهتم ببعض المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة اليوم بيحملك نوع من أنواع التقلب بالمزاج ممكن تستاء من تصرف الشريك شريك المال أو العاطفة ممكن تدخل بنقاش أو تحتد على مسألة معينة أو تفتح ملف قديم شوي تحاول أنك أنت تناقش فيه أو تجادل فيه فعشان هيك يعني تكبر الأمور أو تصعب الأمور ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة يعني ممكن تحملك بعض الإنجازات أو الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم ممكن تنشط بمسائل إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو ترتيب ميزانيتك لمصاريفك أو دفعاتك أو تقلق بسداد بعض الديون أو ترتيبات إلها علاقة بالشأن المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور العلاقة بالبحوث أو الدراسة أو لغة أو نشاطات أو دورات يعني بتكون بالشكل الروتيني على طبيعتك ممكن أنك أنت تنجزها أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعمل ممكن ينجح في إثبات جدارته أمام المسؤولين وممكن يتحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تبرر كلامك وتوضح وجهة نظرك بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو للاتصال بأحدهم ممكن تكون الظروف داعمة لأفكارك ممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشهورات ولكن ممكن أنها تكون في منها أشياء مهمة جدا فعشان هيك ما بنقول لك ما تهمل وما تترك الانطباعات السلبية أنها تتوجه لك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الأصدقاء يعني بيحدث بعض المفاجآت أو اللقاءات أو الاتفاقات أو التقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء فممكن تحمل لك لقاء أو تحمل لك زيارة أو تحمل لك تواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو ممكن أنه شوي يعني بعضك تتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو عزومة مثلا أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت المتاعب فهي بتساعدك بإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو بتساعدك في أمور إلها علاقة بالصحة وممكن أنه تظهر بعض النتائج لأمور صحية تكون إيجابية ولصالحك برج الأسد طبعا بالنسبة لبرج الأسد معروف أن الفترة هاي مش هي الفترة الحضوذ الكاملة بالنسبة لإله رغم أنه تواجد القمر رح يكون في البيت التاسع وهو بيت حليف لإله بيدعمه بقوة ولكن إنه إجمالا تواجد الكواكب في بيت المتاعب والضغط اللي هو بعاني منه شوي بأثر على نفسيته أو بعمل نوع من أنواع التقلبات في المزاج على المستوى النفسي عنده اليوم في بعض الإيجابيات ممكن تشحن حالك بطاقة إيجابية أو ممكن أنك أنت تتجاوز بعض الضغوطات أو شوي يكون مطمئن بالك لبعض الأمور ممكن تنجز بعض الأعمال شوي اللي تكون مرهقة بالنسبة لإلك أو بتحمل نوع من أنواع الأعباء إلك ولكن برضو في أجواء مناسبة بتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأموال ممكن اليوم تكثر بعض الالتزامات أو المصاريف أو القلق أو التفكير في بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم إما بتحاول أنك أنت تحسن الدخل تاعك أو تحد من المصاريف شوي أو ترتب بعض الالتزامات اللي ضغط عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى التنقلاتك واتصالاتك وحواراتك سرعة بديتك عالية ولكن بسبب كل الضغوط هاي بتظهر نوع من أنواع العصبية أو ردات الفعل السلبي اللي ممكن تزعل بعض الأشخاص بسبب هاي التقلبات اللي بتصير عندك بالمزاج اللي هي الاكتئاب أو عدم الرغبة أو شوي بتكون صريحة زيادة عن اللزوم فهذا الإشي ممكن يزعل بعض الأشخاص أو يعمل ردات فعل عند بعض الأشخاص أهم إشي علاقتك ما بينك وبين الإخوة والجيران تكون تحت إطار أنك أنت قادر تسيطر على الموضوع ما تزيد الخلافات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا شوي ممكن تظهر بعض السوء التفاهم أو الخلافات أو تتحسس من بعض المواقف أو يكون عندك بعض الإحباطات أو الملل أو تحب إنك تخرج من إطار البيت لتغيير الجو يعني في نوع من أنواع التباعد اليوم رح يصير على مستوى العائلة حاول قدر الإمكان ما تسمح للأمور إنها تصل تباعد النقاشات حدي فتشكل نوع من أنواع المشاكل أو الأشياء السلبية اللي ممكن تصير ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي جيد الأمور فبتدعمك وبتدعم تلاقيك ما بينك وبين الحبيب ممكن تتفاهمه عن مسألة معينة ممكن تحمل لك نوع من أنواع التصالح أو ردات الفعل الإيجابية ممكن تفكر في الخروج بتغيير جو أو نزها مثلا أو الاهتمام بأحد الأبناء أو مشكلة بتتعلق بأحد الأبناء تحاول تحلها أو بتواصلك الجيد مع أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأمور ضاغطة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك بتظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل اليوم أو مشاكل أو بتحاول تجد حلول أو بيكون عندك أعباء كثير من العمل بتحاول أنك تنجزها ولكن الأهم أنك تراقب وضعك الصحي صحيح أنه ما فيه إشي بيخوف من البيت السادس ولكن بتطلب منك أنك أنت تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني على مستوى الشراكة تقريبا روتينية يعني بتتعامل بشكل روتيني خلال هذا اليوم فما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني يظهر ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة أو الأزواج إلا على حسب طبيعتكم إذا خليت الضغوطات كلها هيتأثر عليك بشكل سلبي فأكيد رح يكون فيه مشاكل ما بينك وبين الشريك لأنه رح تتفشش في هاي المسألة أو يكون لك ردات فعل سلبية فبقى رح تكبر الخلاف ما بينكم وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة ممكن تنشط بتحصيل بعض الأموال أو الاهتمام ببعض المسائل المالية اللي له علاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين بالديون بالقروض بالأشياء هاي فهاي بتسبب لك تقلبات عنيفة شوي تطلب منك شوي أنك تركز وخصوصا على الوضع المالي والالتزامات المالية ما تلتزم بأشياء أنت صعب أنك يتنفذها بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة فيه أشخاص بيجي بقولك وين السفر محنا قاعدين وكورونا ومحجورين يا عمي أنت في بلد محجور أنت شخص محجور أنت شخص ممنوع تطلع في هذا عالم فيه ناس بتطلع وبتروح وبتشتغل وعيش حياتها فيه ناس برضو بتقدر تسافر ما بين الحدود المفتوحة فيه ناس بدأت تقدم للسفر لعملية ترجع لبيوتها يعني فيه مجالات بتفتح لهم بعض المجالات طبعا الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة أهم إشي أنك تظهر نوع من أنواع التعاون أو التعاون الأكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة للبحث عن مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر بالاعتزاز والفخر من بعض المسائل وأهم إشي أنك ما تستسلم ولا ترضخ لشروط ما بتناسبك ناقش بمنطق أما بالنسبة لبيتك العاشر فبيت السمعة الشوي يعني بيحدث بعض المفاجآت ما فيه إشي بخوف ولكن بالمقابل أنه حاول أنك تضبط أعصابك أثناء تعاملك مع علاقاتك أو مع الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم من زملاء أو رؤساء بالعمل أو من معارف أما بالنسبة لبيت الأصدقاء في الأجواء جيدة وبتدعمك وبتعزز علاقتك بالأصدقاء وبتعمل تقارب أو تآلف أو مكاسب من أصدقاء أو بتكسب أصدقاء يعني كل شيء له علاقة بالأصدقاء هو جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا فيه أشخاص يعني ما بتعطي الأهمية الكبيرة لبيت المتاعب بيت المتاعب هو بيت كل شيء بيتعبك اسمه بيت المتاعب بيت كل شيء بيحدث لك مشاكل بيت كل شيء بيأثر على صحتك على عملك على بيتك على علاقاتك على زواجك على كل شيء فهذا بيت المتاعب هو إحنا منسميه المصفا أو الغربال اللي أنت بتغربل فيه كل شيء مشاكل بالعمل مشاكل مع أزواجهم مشاكل مفاجئة تقلب بالصحة تقلب بالنفسية تقلب بالمال تقلب بالحياة العاطفية تقلبكم مع أولادكم اكتشاف أشياء سلبية صارت معاكم فقدتوا أشياء بتعز عليكم فقدتوا أموال فقدتوا مشاريع ضاعت منكو أوراق كل هاد من بيت المتاعب فما حد يستهين لما نقول بيت المتاعب سلبي فما حد يستهين بسلبيته لأنه هاد يعني بحدث أشياء مش متوقعة وأشياء دائما بتعمل نوع من أنواع الأذية صحيح أنك أنت بتغربلها وبتشيلها من حياتك وبتبدأ صفحة جديدة يعني هي بتعطيك إشي لمصلحتك إلا أنه هي برضو بتكون مؤذية لما أنت تخسر أشياء من اللي إحنا ذكرناها برج العذراء طبعا القمر معروف إنه موجود هسا في البيت الثامن لإلكم يعني بمعنى آخر إنه تحرك عن المقابلة شوي الأجواء بتكون ألطف إشي بسيط الإهتمامات بتكون كلها إلها علاقة بالوضع المالي أو الاهتمامات المالية أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا الأجواء يعني بتحمل نوع من أنواع الضغط بس مش بالضغط مثل اللي كان في الأيام الماضية أخف حدية شوي بتكونوا مشحونين الطاقة عندهم قدرة على إنجاز بعض الأمور صحتكم أحسن من الفترة الماضية ممكن يكون في بعض الإهتمامات الشخصية أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء بتكون أفضل خلال هذا اليوم فالإهتمامات المالية هي تقريبا اللي بتلفت انتباهكم هو التحصيل على المال أو على الدعم أو على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمساعدات أو ترتيب بعض الديون أو ترتيب بعض الالتزامات أو المطالبة ببعض الحقوق أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات ولكن بيغلب عليكو الطبع العصبي حاول قدر الإمكان أنك تسيطر عن انفعلاتك وعلى عصبيتك حاول أنك أنت تنجز المهام بشكل جيد وتكون مستعد وخصوصا إذا كان عندك مقابلة أو كان عندك حوار أو كان عندك اتصالات حاول أنك تبتعد أول إشي عن العصبية وتاني إشي تكون مستعد لهاي الأمور على أساس أنك تنجز يعني إنجازات تكون جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء العائلية بتكون أفضل في نوع من أنواع التقارب العائلي في ممكن اليوم تنجزوا بعض الأمور المهمة ممكن تهتموا ببعض الأشياء العائلية أو تقارب وجهة النظر ممكن تكون في مناسبة أو في احتفال مثلا أو في خبر معين ممكن بعضكو ينشغل في بعض الإجراءات المنزلية زي ترتيبات وتصليحات أو إعادة بعض الإجراءات اللي إلها علاقة مثلا بصيانة بيت أو أوراق بيت أو ترخيص أو ممكن أشياء إلها علاقة بالعائلة كحوار أو نقاش في موضوع ما أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم الأجواء شوي بتكون ضاغطة على المستوى العاطفي بتسبب نوع من أنواع الحدية إما أنك بتوجه بعض الانتقادات أو بتفتح ملفات قديمة لإساءة الحبيب مثلا اتجاهك فبترجع أنت بتفتح هاي الملفات أو المواضيع وبترجع تتناقش بالموضوع هاد ممكن يتسبب هاي المواضيع شوية حدية أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب ممكن خلافات ممكن تضطر للمراوغة في بعض المسائل في منك رح يكون اهتمامه بأحد الأولاد أو بأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا يعني بفيه إنجازات اليوم تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم بملف أو موضوع أو أعمال يدوية ولكن الأهم أن تنتبهوا لصحتكم في منك رح يراجع طبيب أو تطلع تقارير أو فحصات أو أدوية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي الأجواء جيدة تقريبا فيه إنسجام أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق وممكن هذا الإشي يجمع ما بينكم وبين الشركاء خلال هذا اليوم أو تتناقشوا في موضوع العلاقة بتطوير الوضع اللي أنتو فيه أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا المريخ موجود والقمر موجود بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم الفرصة بتكون متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات أو المشتريات أو التسوق أو الدراسة أو أمور إلها علاقة ببحث معين أو دورة في مجال معين يعني الأجواء كلها صحيح بيكون فيها نوع من أنواع الضغط أو الالتزامات أو بتطلب منك أنك أنت شوي تشغل مخك للحفظ أو للدراسة ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده تناقلات بالسيارة بده ينتبه بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فهذا الإشي بتجعل فيه نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين أحد المعارف فممكن واسطة ممكن معرفة ممكن أحد العلاقات تطور علاقتك معه ممكن يكون عندك مؤتمر أو دورة في بعضك رح يكون فيه نشاط على مستوى العمل أو إجراء معين في مكان العمل ممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زملائك ورأساك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال الضرورية إذا كان عملك بالطلب التعاون فما تحمل العمل على مسؤوليتك اتعاون عشان تنجز بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط أو العصبية أو الحدية أو سوء التفاهم أو مشاكل ما بينك وبين الأصدقاء أو أحد الأصدقاء مثلا ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ممكن تستاء من بعض الأجواء اللي بتكون موجودة أو من بعض الأشخاص اللي بكونوا موجودين في هاي المناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء تقريبا يعني منقدر نحكي إنها جيدة يعني بتدعمك في بعض المسائل بتساعدك على إنجاز بعض الملفات أو المعاملات في منكو ممكن يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو رقابة غدائية أو أمور إلها علاقة ببعض التنظيم الأسري أو التنظيم العملي إن في منكو رح يقوم بزيارة لمريض أو عيادة مريض إما في البيت أو في المستشفى برج الميزان طبعا القمر الآن صار مقابلكم مباشرة يعني بمعنى إنه صار في بيت الشراكي في الحمل يعني مقابلك تماما وبما إنه مقابلك هو والقمر مع بعض فمعناته هو بدعمك على إشيء ولكن بعصبك وبنفرك من بعض الأمور وبتعبك صحيا أو بخلي في عندك نوع من أنواع الوسواس الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء اليوم جيدة يعني أنت اليوم مشحون بطاقة نفسيتك أحسن عندك رغبة لإنجاز بعض الأمور بشكل جدي وجيد في نفس اللحظة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الشكل أو المظهر أو تغيير لك معين أو لباس أو تهتم بشكلك بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن يعني تظهر بعض المسائل أو المطالبات أو الالتزامات أو القلق من مسألة معينة مالية في منكم ممكن يحصل بعض الأموال اللي بتجي يا أما من عمل إضافي يا نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنك تقلله من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو بتدعمك بقوة خلال اليوم على الحوارات والاتصالات والتنقلات بتساعدك برضو في أمور إلها علاقة بأخ أو جار ممكن تنشط في بعض المسائل التعليمية أو الدراسية أو حث أبنائك على الدراسة أو تشجيعهم في مسألة معينة إلها علاقة بالدراسة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط رح يكون على مستوى البيت إما فيه شيء باستفزك أو بظهر مسألة إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة حاول قدر الإمكانك ما تنفعل وتعصب في منك ورح ينشغل بأمور إلها علاقة بالمشتريات أو الترتيبات أو تنظيم لمسألة معينة أو بكون قلق من بعض المستجدات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة وهي بتقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن اليوم تحمل لك للقاء أو نزوة أو خروج لمرح في شغل معينة أو ممارسة هواية ولكن الأغلب أنه أنت بدك تنتبه أثناء تعاملك مع أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين أو أحد الأحبة لأنه رح يكون لك اهتمام بهاي النقطة أما بالنسبة للبيت السادس وأ不用 أجواء مثل الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالصحة وبرضو على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل فمكن تنشط ببعض المسائل العملية أو يظهر مسألة إلها علاقة بالعمل خلال اليوم أو تركز على موضوع معين بشكل إيجابي ولكن بحاجة إلى اجتهاد أكثر على مستوى عملك ممكن تواجه بعض التعب أو القلق من مسألة إلها علاقة بالعمل خلال اليوم في منك رح يكون له اهتمامات صحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء طبعا بما انه القمر والمريخ زي ما حكينا هم الموجودين فاليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم اليوم او مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك اذا اتبعت الارشدات والتعليمات اتجنب المشاكل وما تتصلط اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع التقلبات على المستوى المالي او الاموال المشتركة ممكن تظهر زي ما حكينا بعض المسائل المالية اللي شوية تكون مربكة او تظهر بعض التراجعات باستحقاقات لا اليك يعني انت يكون ناس ملتزمي اليك بديون او انت ملتزم بديون اليوم ما تقدر تكمل الامور هاي او تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالقروض او الديون او التقصيط او اشياء من هذا القبيل ممكن شراء سلعة معينة وتحتاج لتقصيط معين وفي منكه راح يهتم بامور الها علاقة بلا بنك او ضريبة او تامين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض الاوراق القانونية او المعاملات خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تجربة حظ مع شركة او مؤسسة دولية او يكون عندك دورة مثلا او تعلم لغة جديدة او مثلا الاطلاع على موضوع الو علاقة بالفلسفة بالدين بامور الها علاقة بالروحانيات مثلا يعني كل هالاجواء هاي بتكون لصالحك اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة الاجواء ضاغطة فعشان هيك منقول لك ما تخالف القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بمواجهات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ما تحاول انك يعني تلفت الانظار بطريقة فضة ممكن شوي يدخل بعضك بخلافات مع زميل الو او مع رئيسه بالعمل خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة وبتحملك نوع من انواع التقارب يعني ممكن انت تلتقي ببعض الاصدقاء او زيارتهم او يزوروك مثلا او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تروح انت بمباركة مثلا او لعيادة شخص مريض من الاصدقاء او يعني اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيت المتاعب الاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الضغط يعني شوي بتسبب لك نوع من انواع التوتر ممكن تعطل بعض المسائل او تظهر بعض الاشياء اللي شوي يعني تطلب منك نوع من انواع الدقة زيادة عن اللزوم ممكن تهتم بصحتك اكثر ممكن تشعر ببعض التوعكات خلال هذا اليوم او يطلب منك الموضوع انه تشعر بنوع من انواع الكسل فيطلب جسمك نوع من انواع الراحة برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك بتتركز اليوم امورك كلها على العمل وما يتعلق بالعمل وبرضو على الوضع الصحي او امور صحية اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه شوي متقلبة المستوى النفسي اليوم اضعف من الايام الماضية بتشعر بشوي هيكي مزاجك متعكر تشعر بنوع من انواع الملل بتحاول انه انت بدك تغير الجو او تغير هذا الضغط يعني بصير عندك نوع من انواع الاضطراب بقى انا بنصحك بعملية الخروج والاحتكاك بالمجتمع او باصدقائك او باصحابك الاجواء يعني بتساعدك على انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية اما بالنسبة للبيت الثاني الاجواء جيدة على المستوى المالي فممكن اليوم يعني تهتم ببعض المسائل المالية او امور الها علاقة بالمال ممكن مكاسب ممكن امور الها علاقة بالعمل الاضافي او تهتم بتنظيم او ترتيب امور مالية او اقصاط او اشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والنقاشات ولكن في لحظات ممكن تظهر عصبيتك حاول أنك ما تتسرع برضو بالإيجابي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة وحاول أنك تستعد بشكل جيد خصوصا إذا كان عندك امتحان أثناء تنقلاتك بدك تنتبه ما تجازف أثناء القيادي وأثناء الحركة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة فهي بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن تعمل تقارب ما بينك بين أفراد العائلة أو ممكن تحل مسألة عائلية أو صير عندك اجتماع عائلة مثلا أو مناسبة في منك رح يهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بمشتريات أو أثاث جديد أو جهاز جديد مثلا يعني فيه نوع من أنواع الاهتمام الداخلي على مستوى العائلة والعقار أو البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي اليوم ممكن شوي تركز ببعض المسائل العاطفية أو التلاقي العاطفي أو تقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن شوي تهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بهواية أو ممارسة هواية فيه أشياء رح تظهر على الساحة إلها علاقة بابن أو مثلا تقلق مسألة إلها علاقة بابن أو حدث صار مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى أمور الصحة حكينا والعمل فعشان هيك ما نقول لكم إنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل تلقوا ممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جد والغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا لا يعني إن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإرشادات مهما كانت بسيطة حاذر من مشكلة صحية أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراك الأجواء جيدة يعني ممكن تقارب ما بينك وبين الشريك أو تتعامل بطريقة جيدة بأثناء الحوار مثلا أو تتفق على مسألة معينة أو يشجعك الشريك على مسألة معينة أو تشجعه أنت بدورك أو ممكن بعضكم إذا كان في خلاف ما بينهم في الأيام الماضية اليوم ممكن تحمل الكنوع من أنواع التقارب أو المصالحة ولكن لا تفتحوا مواضيع قديمة وتحاولوا أن تصعدوا الأمور وتخلوه في خلاف أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة جدا على مستوى الأموال المشتركة وأمور لها علاقة بالأقصاط أو بالضريبة أو بالبنوك أو بأمور العلاقة بالتأمين أو اهتمام بمسائل بنكية مثلا أو ديون أو مطالبات لا إشي إلك أنت مثلا بالطالب بأشياء أنت كنت مداينها لأشخاص أو ممكن تمد يد العون لمساعدة بعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة ما زالت على أمور الاتصالات والحوارات البعيدة أو أشياء لها علاقة بخارج البلاد أو قلق على مسألة تتعلق في أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام الزائد بأشخاص خارج البلاد ممكن تظهر مسألة لها علاقة بالدراسة أو بدورات أو باهتمامات اليوم تطلب منك التركيز بشكل جيد أو الاهتمام بشكل جيد إذا كان عندك امتحان أو عندك تنقلات اليوم بدك تركز وبرضو ما تعتمد على الحظ بشكل وافي وإذا كان عندك مقابلة برضو بدك تستعدلها بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فهي بتدعمك اليوم فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة زميل أو بمساعدة رئيسك بالعمل أو بالتعاون مع بعض الأشخاص أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء برضو بتدعمك على مستوى الصداقات والعلاقات فبتعمل نوع من أنواع التقارب فممكن اليوم إما أنك بتقوم بزيارة أو بيجي أشخاص لزيارتك من الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة ولكن تضغط على مكان العمل فعشان يكبر نقول لك لازم تأخذ قسط من الراحة وبرضو بتضغطك على مستوى أمور إلها علاقة بالصحة وبتطلب منك الانتباه أو مراجعة الطبيب أو أخذ بعض الأدوية في منك رح يهتم بصحة أحد الأحبة ممكن تقوم بزيارة مريض مثلا أو أنه شوي يكون لك زيارة لمستشفى برج القوس طبعا بما أن القمر صار في البيت الخامس معناته الأجواء اليوم ممتازة جدا فعشان يكبر البيت الأول مشحون أنت بطاقة كبيرة عندك اهتمام بنفسك ممكن حاب باليوم أنك تعمل نوع من أنواع تغيير أو الاهتمام بقصة شعر مثلا أو تغيير لون شعر أو أمور إلها علاقة بالمواضيع التجميلية أو لباس مثلا معين برضو بكون عندك حيوية عالية جدا وفي نوع من أنواع الاحتكاك المباشر بالجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني إلى إجواء على المستوى المالي تقريبا ممكن تظهر بعض المسائل المالية اليوم اللي شوي تلفت انتباهك زي عمل إضافي مثلا نوع من أنواع الدعم له الهبات المساعدات ولكن الأهم أنك أنت يعني ترتب أمورك المالية بشكل جيد ما تبذر أموالك وبرضو ما تبعد مثلا وما تستغل الفرص إن وجدت فرص أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم أنت نشيط بتحملك هاي نشاط على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات وعندك سرعة بديها عالية وقدرة على الإقناع ولكن أهم نقطة أنه أنت ما تخلى العصبية إنها تسيطر عليك وبرضو ما تبالغ بالقيادي أو بالمغامرة أو بالجراءة أثناء القيادي أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت بتكون جيدة في منك رح يكون له اهتمامات عائلية أو أمور إلها علاقة بالبيت فممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بشراء بعض السلع للبيت أو ديكور أو تغييرات ترتيبات بشكل روتيني وفي منك رح يهتم بشؤون عائلية أو نقاشية أو ممكن نصيحة مثلا أو تعاون مباشر مع أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالقمر طبعا موجود والمريخ موجود فهي تعطيك ازدياد بالرغبة بالتقرب من أحبائك ومتعزيز العلاقة معهم الفرصة مناسبة للحصول على تسوية وكذلك للتعارف والارتباط عندك الفترة هاي نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على الاستيعاب أو استيعاب الأمور برضو بتكون ممتازة الفترة هاي إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو بتحمل نوع من أنواع المفاجآت المفاجآت اللي بتيجي على مكان العمل أو على الصحة بدك تكون حذر ومنتبه من النقطين يعني أي عمل طارئ أي إشي بصير على مكان العمل أي مستجد بصير في مكان العمل بدك تكون مستعد له وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي من المفاجآت أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وبيدعمك بقوة على مستوى بيت الشراكة فممكن اليوم يصير في نوع من أنواع الاهتمام الكبير ما بينك وبين الشريك ممكن رعايته أو دارت بالك عليه أو مناقشته مثلا في مسأله لمصلحة الجميع وممكن اليوم تترافقه في مسأله معينة الفترة هاي جيدة حتى للمصالحات وللتقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فهي بتظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة بشكل طارئ ممكن أمور إلها علاقة بشكات أو كومبيلات أو التزامات أو انكسار بعض الأقصات أو الاهتمام بجدولة بعض الأمور المالية وممكن الاهتمام بأمور إلها علاقة بالقروض والديون أهمش أنك ترتب أوضاعك المالية بشكل جيد وخصوصا الأموال المشتركة وما تترك ثغرة أنه تتسجل عليك أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء ممتازة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات ممكن اليوم تبراع باتصالاتك الخارجية للتواصل مع أحد الأشخاص خارج البلاد أو أحد أفراد العائلة أو الاتمينان على صحة صديق مثلا في منكم ممكن ينشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو أوراق السفر والإقامة في منكم برضو رح ينشط في أمور البحوث والدراسة والدورات والأشياء هاي ولكن اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم ما بده يعتمد على الحظ بده يعني ينشط بشكل جيد جدا ويدرس بشكل ويستعد بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد جدا وبيدعمك اليوم ممكن يتعززوا سمعتكم وبعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وممكن يصير تقارب ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل بشكل ممتاز أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى علاقاتك ممكن اليوم يحملك إما مقابلة صديق أو التواصل معه أو الاتصال فيه لمشورته وممكن تحملك تلاقي أو دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو خروجي مثلا لتغيير الجو أما بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأمور أو بعض الأعمال بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية ممكن تقوم بزيارة أحد الأحبة أو تهتم بصحة حبيب أو زيارة شخص من المقربين لا إلك بيكون مريض أو عيادة أو عند عيادة لطبيب أو مستشفى برج الجدي طبعا القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك اليوم الاهتمامات كلها إلها علاقة بالبيت وإلها علاقة بالعقارات إلها علاقة بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الأول فالمزاج اليوم مش كتير قوي يعني بعطيك طاقة فعشان هيك بتتركز أغلب الأوقات الاهتمامات على البيت ممكن أنت اليوم ما تحب تطلع من البيت أو تضلك في البيت أو ما تقوم ببعض الزيارات أو يعني الشغلات الخارجية يعني بتفضل الأجواء البيتية أكثر إلا أني أنا بنصحك للخروج لتغيير الجو ما تضلك حبيس المنزل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء شوي يعني ممكن شوي تعملك نوع من أنواع الإيجابية على المستوى الأمور المالية ممكن تحصل على بعض المكاسب من عمل إضافي أو دعم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو تنجز بعض المسائل المالية بشكل قوي ويكون لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات ولكن الغالب المزاج بتحكم في هاي الأمور والعصبية بتتحكم في هاي الأمور فسهل جدا استفزازك سهل جدا أنك أنت تتصرف بعفوية مش بعقلانية فعشان يمكن تحدث بعض المشاكل لغيرك أو لا إلك وخصوصا بسبب العصبية الحادة لا توجه انتقادات ولا توجه كلام لاذع اللي عنده تنقلات واتصالات وامتحانات بده يكون منتبه وما يعتبد على الحدود أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأجواء على مستوى البيت بما أن المريخ موجود والقمر موجود فبترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تحتاج لمسألة خاصة أو لمسألة عائلية تكون بحاجة للمناقشة بتظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات وخصوصا أن وضع البيت شوي بتطلب منك نوع من أنواع الحدية وخصوصا وجود المريخ هو اللي بيستفزك في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا بنقدر نحيي أنه فيها مفاجآت اليوم يا إما بتتقارب بشكل كبير ما بينك وبين الحبيب يا بتتنافر بشكل كبير ما بينك وبين الأحبة يعني يا إما بتتعمل تقارب ومصالحة يا إما بتدخل بخلاف مع أحد الأحبة اللي هم مثلا الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين بدك تمسك حالك من العصبي للعصبية ضغط عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأشياء اللي لها علاقة بالعمل بشكل جيد وممكن يكون فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون مع بعض الأشخاص لإنجاز بعض الأعمال وفيه منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية بشكل إيجابي أو تطلع نتيجة لمصلحته أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضغطة على مستوى الشراكة يعني اليوم فيه حدية فيه اضطراب فيه عصبية فيه يعني قابلية للإنفعال ما بينك وما تتعامل مع الشريك شريك المال أو الزواج أو الأزواج حاول تمسكوا عصابك وقدر الإمكان وما تكبروا المشاكل وما تفتحوا ملفات قديمة وما تحاول أنك تتحكم بالشريك أو تفرض شروطك عليه أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل البنكية أو الأمور اللي بتطلب منك بعض الاهتمام في مسائل قروض وديون وسداد بعض الالتزامات أو الحصول على دعم معين أو قرض معين أو ترتب وضع مالي بشكل معين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني شوي بتعمل نوع من أنواع يعني الضغط على مستوى الاتصالات البعيدة ممكن تنزعج من شخص خارج البلاد أو من اتصال معين أو من يعني أشياء العلاقة باستراد تصدير بضائع بتحاول تجيبها مش زابطة مشتريات أشياء من هذا القبيل يعني شوي بتكون تطلب منك نوع من أنواع الدقة أو نوع من أنواع الاهتمام للزيادة إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة ولكن من ساعات الصباح حاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف يعني بالعصبية تحديدا أو بمخالفة القوانين أو بأشياء مشبوهة حاول أنك برضو ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل وبرضو يعني فيه أشياء لها علاقة بالتأخر عن الدوام أو ممكن يتوجه لك لفت نظر في بعض الأخطاء اللي ممكن تقوم فيها في مكان العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الأصدقاء فاليوم تحمل لك لقاء معين أو زيارة أو تلاقي أو اهتمام بصديق أو اتصالات معينة أو ممكن تشارك صديق ببعض الأشياء اللي بتهمه يعني تعبان عنده مشكلة بتحاول تنصحه أو توجهه عنده مثلا شغل من غلبيته بتحاول تساعده ويعني أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية يعني تقريبا بالنسبة للعمل والصحة اهتماماتك بالشكل الطبيعي ما في أي ضغوط سلبية تأثر عليك إلا هي بعض الكواكب اللي ذكرناها في بداية التوقعات اللي ممكن تأثر على بعض البيوت اللي تحدث لك بعض المشاكل ولكن بيت المتاعب بالنسبة لإلو ما في أي مخاوف برج الدلو طبعا القمر موجود هو المريخ في البيت الثالث لإلكم يعني اليوم عندكو حيوية للاتصالات والتنقلات والحركة عالية جدا أما بالنسبة للبيت الأول فبيعطيك نشاط قوي جدا على رغبة في التغيير والانتقال والحيوية وسرعة البديهة يعني عندك أشياء إيجابية بتدعم شخصيتك خلال هذا النهار بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأموال تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل المالية اللي إلها علاقة بترتيبات أو بسداد أو فوتير أو ديون أو أقصاط أو دفعة أولى أو أشياء من هذا القبيل ولكن الأهم من هذا أنك أنت ما تبالغ بمصاريفك وحاول تستغل الفرص المالية أما بالنسبة للبيت الثالث طبعا بما أن القمر والمريخ زي ما حكينا هم الموجودين في البيت الثالث فاليوم بتنشطوا فيه أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات هسا أشخاص بدون مقول لك وين السفر إحنا قاعدين وكورونا يا أخي فيه ناس في دول ثانية فيه أماكن ثانية بتحركوا بتنقلوا وما بتأثر عليهم يعني هاي الأمور اللي أنت بتحكي فيها فيه أشخاص يعني الكورونا أوشكت على إنها تنتهي عندهم أنت قاعد في البيت فأنت خليك قاعد في البيت انسى موضوع السفر ركز على الأمور الثانية طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع أو مشروع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم لامتحان والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح بطرح موضوع حساس وتقدم عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا يعني تحدث بعض المفاجآت أو التغييرات بتتعلق في إما في البيت أو في أحد أفراد العائلة ممكن تهتم بمسألة عائلية أو لقاء أو نقاش أو حوار أو تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بأفراد العائلة أو تحاول أنك أنت تتواصل معاهم بشكل كبير في منك رح يهتم بمسألة عقارية أو إشيء العلاقة في البيوت أو بالتجهيزات لهاي البيوت أو أجهزة أو أثاث أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء شوي إيجابية اليوم على المستوى العاطفي يعني أكثر من الأيام الماضية فبتعزز نشاطك ولقاءك بالأحبة والحوار معهم عندك شغف عالي للتقرب من أحباك عاطفتك جياشي خلال هذا اليوم يعني بتحس أنه في أشياء لازم تهتم فيها بالأحبة وتمارس طقوس معينة معاهم في منكم ممكن ينشط في بعض الهوايات أو قراءة أو المطالعة أو هواي معينة بحاول يمارسها أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء بتضغط على مسائل لها علاقة بالعمل أو لها علاقة في أمور لها علاقة بالصحة فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تظهر لك مشكلة في مكان العمل أو يعني بيقلقك مسألة معينة أو بتنشط لحل مسائل لها علاقة بالعمل وفي منكم رح يرتب بعض المسائل اللي لها علاقة بالصحة زي مراجع الطبيب أو اهتمامات صحية أو مثلا تظهر بعض المشاكل الصحية بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي يعني إيجابية على مستوى بيت الشراكي أو سلمية على مستوى بيت الشراكي يعني بتتعامل أنت والشريك بشكل ودي ما في أي مشاكل أو ما في ظهور لمشاكل خلال هذا اليوم بالعكس الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها جيدة من قبلك أنت ولكن ما نعرف شو برج الشريك وكيف ممكن أنه يتعامل معك ولكن من عندك الأجواء مسيطرة عليها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتعطي نوع من أنواع لأنهماك في مسائل إلى علاقة بالمسائل المالية فممكن تقلق في بعض الترتيبات أو الدفعات أو القروض أو تسوية مالية أو أشياء إلى علاقة ببنك ضريبة تأمين قسط مثلا أشياء من هذا القبيل ممكن تنشغل فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحورات والتنقلات ولكن ماذاك تنتبه أثناء الامتحانات واثناء تنقلاتك وما تعتمد على الحظوظ في منك رح ينشط باتصالات خارجية أو مواضيع إلى علاقة بالفلسفة بالدين بالنقاشات ورح يكون رأيك جيد ولكن بدون فرض الرأي والعصبية أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فبتدعمك تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتقابل أو التلاقي ما بينك وبين بعض الأشخاص في مكان العمل أو في مجال الحياة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهم اليوم بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني يعني بتتعامل مع أصدقائك بشكل ودي وروتيني نشاطاتك روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيت المتاعب بدك تحذر من بعض المسائل الطارئة اللي ممكن تحدث على مكان العمل أو إيش بتعلق في العمل أو في أمور إلها علاقة بالصحة أو خلافات ما بينك وبين أشخاص تصير ممكن مباشرة أو مفاتحة أو مكاشف مباشرة ما بينكم على هاي المسائل برج الحوت طبعا القمر في البيت الثاني فالأمور المالية هي شغلكم الشاغل واللي بتشغل فكركم خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا بنقدر نحكي أنه جيد وبيدعمك على المستوى النفسي بيشحنك بطاقة عندك قدرة على التحرك والتغيير الاهتمام بنفسك بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت الثاني فالقمر والمريخ موجودين فعشان هيك بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بعود له أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية أهم شيء أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات ولكن تقلب المزاج ممكن يسيطر عليك خلال هذا اليوم فما تخلي تقلب المزاج أو تعكر المزاج يأثر عليك أو على الأشخاص اللي حواليك أو على علاقتك بالأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم فيه ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأمور العلاقة بامتحان أو مقابلة أهم شيء أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظ يعني بدك تدرس وتستعد وأثناء تنقلاتك بدك تدير بالك من السهوة مثلا تسهى في المسألة أو ما تفكر في الموضوع فما تنتبه لحالك إلا أنت عامل لا سمح الله حادث أو شيء من هذا القبيل أو تعرض حالك لا إصابة أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت جيد اليوم الاهتمامات عالية على المستوى العقاري أو المستوى البيتي أو التلاقي العائلي أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلي أو يعني باطمئن بالك بشغلة إلا علاقة كنت قلقان اتجاهها أو في قلق اتجاه أحد أفراد العائلي شوي اليوم أمورك ممكن يصير فيه نوع من أنواع الإطمئنان أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت ضاغطة على المستوى العاطفي في عندك نوع من أنواع الإهمال أو نوع من أنواع التحسس من تصرف الحبيب يعني بتحس بنوع بالفراغ بتحس إنه مهم الفيك بتحس إنه العاطفي مش ولابد بطر رومانسي مثلا شوي هاي الأشياء ممكن تأثر عليك اليوم بشكل سلبي وبرضو بتحملك نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أو على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الرقابة الصحية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فهي بتدعم من علاقتك ما بينك ومين الشريك بتعمل نوع من أنواع التلاقي في مسألة معينة ولكن بالمقابل احذر من المكاشفة أو إنك أنت تحاول تفرض سلطتك أو أنه أنت تفتح موضوع قديم للنقاش بأجواء ما لازم أنت تفتح فيها موضوع فيصير مشكلة أو خلاف ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة فممكن تنجز بعض المهام المالية اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي أمور بنكية أمور إلها علاقة بالديون بالقروض بالسداد بالجدولة أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي بنوك ضريبة تأمين أشياء إلها علاقة بالميراث مثلا يعني هاي كل هالأمور ممكن تهتم فيها اليوم ورح تنجز منها بعض الأمور بشكل إيجابي ولصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بيدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصال أو التواصل مع مؤسسات كبيرة أو مؤسسات تعليمية أو أشخاص بيشتغلوا في مؤسسات أو مراكز مهمة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأشياء إلها علاقة بامتحانات أو نقاشات أو دراسة في موضوع معين أو بحث عن مسأل معين أو تهتم بأشؤون التكنولوجيا تحديدا أهم شيء إذا كان عندك مشتريات من الخارج يعني حاول أجلها يومين لا ينتهي تراجع وطارد عشان الأمور تصير لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء على مستوى بيت السمعة يعني تقريبا ممكن أنها تضغط عليك شوي في بعض الأوقات وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر فعشانيك منقول لك دير بالك أنك تشوه سمعتك ما تخالف القوانين وما تورط حالك في مشاريع مشبوهة ممكن اليوم تحملك برضو أمور إلى علاقة بالعمل أو مناقشة حادي ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء شوي يضغطها في نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع اللي يستياء من تصرف أحد الأصدقاء ممكن ردة فعل سلبية ممكن تقلب بالمزاج ممكن تهتم ببعض الأصدقاء أصدقاء ما تهتم فيهم ممكن تظهر مسائل شوي يعني تكون بحاجة لتركيزك بشكل قوي وخصوصا أثناء تعاملك مع بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا إيجابية اليوم فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وبرضو مراقبة وضعك الصحي ممكن الاهتمام بأخذ بعض الأدوية أو جراء بعض الفحصات أو زيارة طبيب مثلا أو مستشفى أو اهتمام بصحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء رضى الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر